بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي طلاب وطالبات الصف السابع مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية سنكمل اليوم درس الكتابة الذي بدأنا به في الدرس السابق ألا وهو كتابة قصة بيئتنا حياتنا أهداف الدرس عزيزي الطالب يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادرا على استخدام استراتيجيات السرد والتشويق في كتابة القصة وأن تكون قادرا على توظيف علامات الترقيم وأدوات الربط وكتابة مسودة القصة بشكل صحيح تذكر عزيزي الطالب عندما أشرنا في الدرس السابق إلى أهمية استخلاص قيمة وعبرة من القصة التي نريد أن نكتبها وقد اخترنا قيمة النظافة والمحافظة على البيئة وبدأنا بقصة راشد والبحر واليوم سنكمل كتابة هذه القصة عزيزي الطالب لكي تكون كتابتك للقصة بطريقة أدبية فنية عليك أن تتوسع في كتابة القصة التي أعددت لها في الحصة السابقة وذلك من خلال تجهيز بداية القصة التي كتبتها في الحصة السابقة والإكمال عليها كمسودة ثم من خلال التوسع في الأحداث الرئيسة التي تضمنتها حبكة قصتك من خلال إضافة أحداث فرعية داعمة لها ثم باستذكار أهم تقنيات السرد والتشويق في القصة القصيرة وأيضا من خلال متابعة مناقشة المعلم والتطبيق على تقنيات السرد والتشويق من خلال النماذج المعروضة ثم تقوم بالتطبيق عليها بما يناسب قصتك ولا تنسى أهمية استخدام الصور الفنية واللغة الأدبية مثل التشبيه والاستعارة والآن أيها الطالب المجد تعالى نعاود التأمل في العناصر التي وضعناها لقصة راشد والبحر أوقف المقطع وتأمل جيدا وفيما يخص صفات الشخصية وأبعادها قلنا إن للشخصية ثلاثة أبعاد وهنا أيضا أوقف الصورة وتأمل الأبعاد الآتية والتطبيق عليها تأملا جيدا وأوقف الصورة هنا أيضا أمام نموذج الحبكة القصصية لقصة راشد والبحر الذي وضعناه في الدرس السابق لكي تنطلق منه في توسعك بالأحداث اعلم أيها الطالب المبدع أن أحداث الحبكة التي وضعناها لا تحقق الإبداع المطلق في كتابة القصة وإنما عليك أن تتوسع في إضافة أحداث إليها وهنا تسأل هذا السؤال كيف أتوسع في إضافة الأحداث أولا إن هذه الإضافة يجب أن تكون لأحداث تخدم الحدث وتتفرع منه أو من خلال الوصف فعلى سبيل المثال في قولنا كان راشد مع عائلته يستمتعون بأجواء الربيع على الشاطئ وقد أحزنه ما رأى من إلقاء بعض الناس المخلفات على الشاطئ ما هي الأحداث والصفات التي أستطيع أن أضيفها إلى هذا الحدث أحسنت يمكن أن أتحدث عن أجواء فصل الربيع واستمتاع راشد مع عائلته بهذا الفصل وأيضا يمكن أن أصف الشاطئ وكذلك الأمر يمكن أن أصف حزنه واستغرابه عندما قام أحدهم بتلويث البحر لننظر الآن كيف توسعنا بهذه الأحداث في أحد أيام الربيع الجميلة على أحد شواطئ قطر الرملية الجميلة كان راشد يستمتع مع عائلته ببرودة نسمات البحر ونعومة رماله وصفاء السماء الزرقاء اللامعة كل شيء كان جميلا وجذابا ويدعو إلى الاسترخاء عدا ما شاهده راشد من بعض المتنزهين الذين يلقون بعض النفايات على الشاطئ وكأنهم عمي أو على أعينهم غشاوة فلا يرون سلات المهملات المصطفة على طول الشاطئ عن يمينهم وشمالهم وأيضا يمكننا أيها الكاتب الواعد أن نتوسع في إضافة الأحداث من خلال توظيف تقنيات السرد والتشويق مثل الاسترجاع والذي هو ذكر حدث حصل في الزمن الماضي على علاقة مع الحدث الحاصل ويخدمه ويؤثر به كتذكر راشد نصحه لأصدقائه ومحاولته الحفاظ على البيئة دائما ومن هذه التقنيات الحوار الداخلي كصراع راشد مع ذلك الصوت في داخله الذي يقول له لا تذهب لا يعني كهذا الأمر وهذا ما أضفناه على الحدث الآتي وتذكر كيف كان يقوم بتنظيف ساحة المدرسة وأنه كان يحاول نصح الطلاب ولكن صديقه يخبره بأن ذلك قد يسبب له المشاكل لاحظ الآن أيها الطالب المجد كيف وظفنا هذه التقنيات مباشرة تذكر أكوام النفايات التي كان يتركها زملائه في ساحة المدرسة أثناء الاستراحة فيحترق من الداخل أراد أن يقف ويصرخ في أولئك المتنزهين الذين يقتلون جمال البيئة ولكن صوتا من داخله يشبه صوت صديقه الذي ثناه عن ذلك دائما قال له لا تتدخل فيما لا يعنيك يا راشد أنت تبدو صغيرا وتدخلك قد يعرضك للمشاكل ابق كما أنت ما تستطيع تنظيفه فنظفه كالعادة وهنا يرد راشد على ذلك الصوت ماذا؟ لا يعنيني؟ هل هناك ما يعني الإنسان أكثر من بيئته الجميلة؟ هذا ما تخبره به أمه وهي الخبيرة المختصة في مجال البيئة ويمكن أن نتوسع أكثر عزيز الطالب من خلال إضافة أحداث فرعية واستخدام الوصف الفعال الذي يعد أحد أهم تقنيات السرد والتشويق فمثلا في قولنا وفجأة يسمع راشد صوتا حزينا من البحر بأنه سيتغير لونه إذا قام أحد الأشخاص برمي الكيس الذي يحمله فيه يمكن هنا أن نتحدث عن مجيء هذا الشخص إلى البحر وأيضا يمكن أن نصف هذا الشخص وأن نصف الكيس الذي يحمله وأن نصف البحر وأمواجه المتلاطمة ويمكن أن نصف مشاعر راشد المتأثرة بهذا الحدث لاحظ التوسع عزيز الطالب ومن بعيد قدم رجل عظيم الجسم يحمل بيده كيسا كبيرا أسود اللون كأنه عتمة الليل يلوح به وكأنه يدلله وكلما اقترب الرجل من راشد زادت ضخامة الكيس وأخذت أمواج البحر تضطرب وتزيد حركة أمواجه وترتفع حتى تصبح كالجبال وكأنها تعلم نية الرجل بإلقاء الكيس داخل البحر أما راشد فقد اندمج مع المشهد وكأنه لا يرى إلا الرجل والموجة ولا يشعر إلا بهما فجأة سمع صوتا من داخل البحر يناديه راشد راشد لا تسمح له بإلقاء الكيس إن فعل فسيتحول لوني إلى الأسود القاتم وقد تموت الأسماك بداخلي لاحظ عزيز الطالب كيف زادت الإثارة والتشويق عندما جعلنا البحر يناجي راشد ويستنجد به ويمكننا عزيز الطالب أن نتوسع في إضافة الأحداث من خلال توظيف تقنيات التشويق مثل غموض المتعمد وإثارة التساؤلات في داخل القارئ وتأجيل تقديم المعلومات ففي قولنا ولكنه ظن أنه يتوهم ولم يجرؤ على منع ذلك الشخص من إلقاء كيسه يمكننا هنا أن نطيف مشهدا يتخيل فيه راشد نفسه يقف في وجه هذا الرجل ويمنعه من رمي النفايات وهنا سنثير في داخل القارئ هذا السؤال هل حقا سيقف راشد في وجه هذا الرجل أم سيبقى خائفا من هذا التدخل لاحظ التوظيف عزيز الطالب اقترب الرجل من البحر ورفع يده التي تحمل الكيسة إلى الأعلى تمهيدا لقذفه إلى أبعد نقطة داخل البحر وقف راشد أمامه وزعر في وجهه كالأسد ألا ترى كل تلك الأماكن المخصصة للنفايات ما أقبح الإنسان حين لا يشعر بالمسؤولية اذهب وألقه في المكان المخصص للنفايات هذا ما تخيله راشد ولكنه لم يفعل لم يفعل شيئا فهو ما زال مترددا بسبب ما قاله صديقه ولأنه ظن نفسه يتوهم فكيف للبحر أن يكلمه اقترب الرجل أكثر ورمى بالكيس الذي لمع لمعة غريبة في عين راشد قبل أن يهبط إلى البحر وفجأة لاحظ عزيزي الطالب هنا ستأتي الإجابة عن التساؤلات التي كانت تثار في داخل القارئ ولا يخفى عليك أيها الطالب الساعي إلى التألق والإبداع في الكتابة أهمية توظيف أدوات الربط وعلامات الترقيم في النص المكتوب وهنا تذكر ما أشرنا إليه في درس السيرة الغيرية وفي درسنا اليوم سنفصل أكثر في أدوات الربط وعلامات الترقيم بداية أدوات الربط تعريفها هي روابط تصل بين الجمل والفقرات وتوازن بينها ليكون التعبير عن الأفكار صحيحة أمثلة على أدوات الربط ومعانيها واستخداماتها أولا حرف العطف الواو ونستخدمه في الجمع بين شيئين كما في قولنا يستمتع بالشاطئ الرملي الذهبي وأمواج البحر الزرقاء والأفق اللامع ثانيا حرف العطف ثم الذي نستخدمه في الترتيب المتراخي أي الذي يحتمل مسافات زمنية بين الأشياء المتعاقبة كما في قولنا وقف راشد ثم أخذ يركض باتجاه الرجل ثالثا ألفاء السببية ولام التعليل وكي نستخدمها للسببية كما في قولنا أراد أن يصرخ بهم ليوقفهم عن فعل ذلك رابعا أما ونستخدمها للتفصيل كما في قولنا أما راشد فلم يقف مكتوف الأيدي وحاول وأما علامات الترقيم فهي رموز متفق عليها توضع بين الجمل لتنظيمها وترتيبها ومراعاة التلوين الصوتي عند القراءة أولا النقطة ونستخدمها في نهاية الجملة التامة أو في نهاية الفقرة كما في قولنا فأخرجوا الكيسة وعاد كل شيء كما كان ثانيا الفاصلة ونستخدمها بين أنواع الشيء وأجزائه كما في قولنا كان من المعروف عن راشد اهتمامه بالنظافة الشخصية نظافة يديه وشعره وأسنانه وغرفته أو أن نستخدمها بين الجمل التامة كما في قولنا هذا ما تخيله راشد ولكنه لم يفعل لم يفعل شيئا ثالثا علامة الاستفهام وتأتي بعد السؤال كما في قولنا على لسان راشد ألا ترى كل تلك الأماكن المخصصة للنفايات رابعا علامة التعجب وتأتي بعد أسلوب التعجب كما في قولنا ما أجمل المحافظة على البيئة ما أقبح أن يعادي الإنسان بيئته خامسا النقطتان الرأسيتان وتأتيان بعد أفعال القول كما في قولنا قال له البيئة هي حياتنا تساءل كيف لإنسان أن يخرب بيئته وهي ملك للجميع ويمكنك عزيزي الطالب أن تعود إلى النصوص المكتوبة لكي تتابع توظيف علامات الربط واستخدام علامات الترقيم بشكل مفصل أكثر والآن عزيزي الطالب ستقوم بكتابة مسودة الموضوع مستفيدا من كل ما قد مر معك ومراعيا للإرشادات الآتية أولا استعن عزيزي الطالب بمسودة لترتيب أفكارك وتنظيمها قبل كتابة القصة ثانيا أرسم مخططا لعناصر القصة وأحداثها يجتمل على بداية القصة والخطوط العريضة لأحداثها ثم نهاية مناسبة مسترشدا بالمخطط المرفق لعناصر القصة ووصف الشخصيات ثالثا أكتب نص القصة بصورتها النهائية مراعيا توافر عناصرها الرئيسة بداية شائقة حبكة متصاعدة نهاية مناسبة رابعا وظف الصور الفنية والأساليب اللغوية لتضفي على قصتك تأثيرا جاذبا خامسا راجع ما كتبته للتأكد من توظيف علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة وخلوه من الأخطاء الإملائية والنحوية سادسا استفد من صحيفة التقييم لتجويد كتابتك سابعا اكتب في كراستك الخاصة القصة بعد تحريرها ولا تنس أيها الكاتب والناقد الواعد أن تعود إلى صحيفة تقييم نشاط الكتابة في الصفحة رقم 100 وأن تقوم بتقييم العناصر التي تتوافق مع ما قدمناه في درس اليوم بهذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا الجزء الثاني من درس كتابة القصة أملين من الله عز وجل أن تكون قد أصبحت قادرا على كتابة مسودة القصة متوسعا في أحداثها وموظفا لأدوات الربط وعلامات الترقيم فيها توظيفا صحيحا ترجمة نانسي قنقر